هل أنا عايزة أسأله لك بيقولوا أن هي محتاجة دكتور نفسي؟ طبعاً أكيد أه طبعاً ده التراب نفسي جديد محتاجة علاج نفسي ومحتاج أن هي كمان تقتنع أنها عندها مشكلة زي كده لأن هي مصدقة أفكار مصدقة أن هي فعلاً حول بيحاولها بيكرهوها ومضطهدة من الناس كلها فمحتاجها أصلاً تصدق ده تقتنع بده وتبني علاقة كويسة مع الطبيب أو المعالج عشان ما تبقاش هي كمان حاسة أنها ممكن تكون شكلة هل يمكن أن نبدأ بالدكتور على طول؟ هي ما فيش حد يقنعها غير كده بس هي يكون عندها هو هي أصلاً تقنع أهلها إزاي أن هي تروح للدكتور يعني أنا خيالي بالك أنه دلوقتي بقى فيه فئة هي بس لمقتنعة بالدكتور النفسي لكن الفئة البسيطة مش هتقتنع وإنتي مصاريف من إنه والدكتور نفسي وأنتي كويسة لا أنا شايفة أنها سنها زم الصغير يعني ما فوته قاعدة انزلي كولي صندوطش شغل ما تبقى كويسة لا الموضوع مش كده مش يخص بكده خالص طبعاً لا 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 الأفكار اللي بالشكل ده معطلة جداً وهتوقف حياتها وفي كل مرحلة في حياتها لو الأفكار دي متعلقيتش هتبقى عندها شك في كل اللي حواليها دي ممكن تدمر نفسياتها تدمر أكتر من كده بشتحل بسندوطش ولا خروجة خالص مموتها إزاي هتعرف أنها أصلاً عندها موارد؟ هقولك حاجة يا ممكن تكون الأم نفسها هي اللي موصلة لها مشاعر عدم الثقة باللي حواليها دي لأن أمي في ظروف زي كده أصلاً أكيد معندها ستطلقاً أحياناً الأمهات اللي بتلاقي طفل عنيد أو يعني هو فيه أمهات بترفض المساعدة يعني فيه أمهات لو أنت دخلت معاهم ما بخطلع وعرّة بصراحة أهو أنا أحد من أمهات دي بصراحة لأنا أقف له واحدة ما بلدنا التقصص كله